في بداية المبلياتي بديئة المشاركة قولت اليوم مراسمة إطلاق تقرير العالمي حول وضعية السكان العالم اليوم بمناسبة إطلاق تقرير العالمي حول وضعية السكان في العالم لسنة 2023 نسجل انخيرات المملكة في الديناميات السكانية العالمية الضامنة للحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال والأبوال الإيجابية في هذا الإطار نسجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحكومية في ظل الورش الملكي للدولة الاجتماعية والتي تجسد أساسا عن طريق إقرار رخصة عن الأبوال إقرار كذلك منحة عن ولادة الطفل الأول والطفل الثاني مقرورنا طبعا بتتبع الحمل وإجراء الفحوصات واللقاحات للموليد الجدود بالإضافة إلى إطلاق نهاية هذا الشهر لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر واللي كيهدف إلى تعزيز تم درس الأطفال ورعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة طبعا في ظل هذا السياق لا يمكنه كذلك إلا أن نتمنى الورش الملكي للحماية الاجتماعية واللي كيهدف بشقه الإجباري والتضامني للتغطية الصحية بالإضافة إلى إرساء السجل الوطني لسكان والسجل الاجتماعي الموحد لا يمكن إلا أن نتمنى هذه الدينامية والتي تساهم في مواكبة التحولات السكانية التي تعرفها بلدنا وستمكن المغرب في المستقبل من التحكم في تدعيات انتقال الديمغرافي والاستثمار في الأجيال الصعيدة اللقاء الذي تم تنظيمه اليوم من طرف مكتب الصندوق الأمم المتحدة للسكان بالرباط هو اللقاء الذي تم تنظيمه بشاركة مع المرصد الوطني لتنمية البشرية والذي من خلاله تم عرض أهم الخلاصات للتقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم اللي كتعرفوه أنه السنة الماضية وبالضبط في 15 نوفمبر 2022 تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات فتقرير هات السنة خدا كموضوع هو التحديات اللي كترحى هذا الرقم القياسي لي وصليها عدد سكان العالم وكانت فرصة لنقاش أهم تحديات اللي كتطرح عليه ميادين عدة منها الاجتماعية الاقتصادية البيئية كإشكال إدماج الشباب أو الشيخوخة أو الهجرة أو التغييرات المناخية كل هذه المواضيع تم تطرق لها من خلال التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة بالإضافة إلى تقييم السياسات السكانية اللي كيتم اعتمادها عبر العالم سواء بالنسبة للدول اللي كتعرف نمو ديمغرافي مضطرد دول الجنوب على وجه الخصوص أو الدول اللي كتعرف تراجع كبير في نسبة الخصوبة وارتفاع في نسبة الشيخوخة وتراجع في عدد السكان اللي هي أغلبها دول الشمال فتقرير يعمل على تقييم هذه السياسات السكانية وتخرج بالخلاصة أنه العدد لا يهم للذي يهم هو تلبية الحاجيات والحقوق للسكان الأساسية على رأسها يعني الصحة والتعليم والشغل السكان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة